نعم نرحب بكم أنتم مشاهدين في الجزء الثاني من برنامج الهدرا بسببت البرنامج اليوم راه معنا ضيوف اللي عندهم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث راه شيق معاهم حبسنا معا سيدة سامية للجغواز ليهودا عندك إضافة حبيت تزيدين نعم قلنا نتكلموا على الترويج راح نقولها وشنه هو السبب اللي ما خلاش الحلويات التقليدية دينا وشنه هو السبب اللي ما خلاش الحلويات دينا ولا الأطباق دينا تترويج بما فيه الكفاية لأنه أولا نحنا مخدم ناش عليها كوميسودوة كان بزاف صنع محتوى كي يخرجوا حتى لو كانوا جزائريين يخرجوا ويخدموا أطباق أخرى مع أنهم قادرين يروجوا لكل ما هو جزائري حاجة واحدة أخرى هنا نقدرون نروحوا لعدة نقاط ماش حنقدر نذكرهم لك كاملنا يا من النقطة اللي توجعني بزاف ما كانش للسوليداريتي احنا مش يمتعاونين بيناتنا بمعنى بمعنى سيدة سامية كيفش مش يمتعاونين بيناتنا كاش لالا конكورنس لالا конكورنس تزين تكون لالا конكورنس مليحة تكون بسكوك تكون تقدرين تطوري من نفسك لم تكن لديك لالا конكورنس التي تهدم بها إنسان بشيبان إنسان هذه هي كنوا كانوا نرحوا نشوفوا يعني كي ما قلوهم احنا يا بالعمية الجيران بزف متحدين مع بعضهم وبزف متعاونين يعني كي يشوف مطعم جزائري ومطعم متاحهم يروحوا للمطعم متاحهم احنا يا شيويا بأنتخنونو ما عندناش هدار وسمية شكون هي بلاك اللي صانعت محتوى خاصة بالحلوية والطب خليك تتبعيها قبل ما تدخلين فيها للمواقع شكون أغلقين بزاف ما ليش لأننا نطو أسماء هكذا شكون لتشوفي أنه لغسات توحى وراني جاياتك جامعة لا تمدلي الأسماء شكون لتشوفي أنه المحتوى التحى لغسات كيمهية بأمور بسيطة لأنه نحن نعرف أنه كل جزائريين بوساطة كاس هكذا في متناول جامع لجفنا في متناول جامع لأنه تاني كثرة الثارة والغوب والاكفيزيني كيبي يعني ما يشفي متناول جامع الجزائريات يحبوا كل حاجة بسيطة فقوليني شكون لك تتبعيها وصح لغسات توحى من نجحين أحبها بزاف بزاف يعني خلقا وأخلاقا وحتى في المهنة حراقيا السيدة سليمة يعلى آه خلاص تكيضيتنا اسم نعم السيدة سليمة يعلى يعني مثال حي نقتلي به يلا شكرا سامية شكون ربما وش هي الحلويات اللي راكي خايفة أضيع من بين أيدينا مش يدوها ولا لكن حنايا يعني انهمشوها وما نقولوش ندروها في الأعرس أعطيني نوع تحلوية ما قدش نقول لك نوع واحد كين أنواع آه رمحين هدو قاما رح ينبطروا اللي تنتمنوا في هاد السيران تاع العصران 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 نعيش قلت لكرا لحلوياتنا فقدت الهوية نسحها صحيح تني الفانيد آه الفانيد راكي تنسى اسكندرانية راكي تنسى لقنيد لا لقنيد لا عاودوا ورجعوا لكن لكن بشكل مغاير شكل مغاير عندنا تاني البقلاوة حاضرة ما نقدروش يعني هضروع لها كامل بصح العصرانة هدية اللي بلغوا فيها صدقيني غير توجع القلب مثلا كين الفانيد هل تشوفي أنه لأنه ما مش متحكمين فيه لغوسات ولا لأنه ما رهوش مطالب في الأعرس لا 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 هو مطالب زمان يعملوه وكان لازم يعني من قولك الفانيد لازم يكون حاضر لا الفانيد كان يعني حلوة راقية وقص بسكي هو حلم من الحلوات من الحلويات مكونات ما نقولوش بسيطة لكن المقادير ماشي مش كبيرة بسات بصح عندوو ديزاستوس اللي تخليه جيم هووي وخفيف دوكنا كينشوفو فتف ديباج اللي ريوسيس تري بيان وكين ديباج نشوفوهم يعني ديشو الكعيكعات ها 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 ويزي ديولو لغوزات شو يعلى الفانيد لو كان يكونش مفخفخ ومشقق في الوسط وكيد قسميه فارغ تشوفي الثقوب ماشي فانيد نجح يلا اذا الفانيد من الحلويات اللي ربما ان شاء الله يبقى لكن انا خايفين انو يضيع من بين ايدينا ان شاء الله يكونت كلها دومون وبالك اللي صانعت الحلويات يعودوا يثبتوا وروحهم في لغوزات تتعلم لش نقولهم سامحيني النساء لش نقولهم كيت روحوا تتعلموا بزاف اللي يتأثروا بكل ما هو عصري يشوفوا الورود هذي مانيش ضد الورود لا لا معلش كل واحد وراي سيدة سامية كل واحد وراي كل واحد بتاعه بس حكي روحوا يعملوا فورماسيون تقايها تعمل لديك اللي فخوية تخوا دي تقايها تعمل لعفيس مشي كيع مطلوبين ومشي تكونوا حلوياتنا الأصليين وتخلي تقليش على الحلويات تقليدية وعلاش ما تروحوش تتعلموا اتزيريات كيف نقرصوهم اتعلموا كيفاش تطلعوا للقنيدلات اتعلموا ابدا ابدا المطلوبة ويحبوها كامل الناس نيسا هي تجوز مع القهوة نيسا في شطرين على كل حال نشاطرك بالمفهوم تاك لما استعملت المصطلح تاعة السفير كلنا سفراء الجزء الشيء رائع شي جميل في المجال التاعه في المصطلح الشعبي كلنا سفراء صح في المصطلح كستاتو السفير هذه مسئولية على عاطقه هي تكليف وليس بتشريف لأنه يكون السفير في المجال التاعه لما يسقط يسقط مع كل المصدر وهنا تصبح مسئولية مسئولية كبيرة لما يكون سفير في التوراة يعني يمثل بلد بحجمه ولهذا تكون عنده الكفاءة والمسئولية والتكوين وكلها ولهذا كل واحد نخلوه في الاختصاص المفهوم الشعبي أنك سفير الجزء الشيء رائع ولازم تروج للموروطنا التقافي مادي وغير مادي لأننا لا يوجد مستقبل بدون الماضي والماضي هو الأجداد والأمجاد لأننا نحن مغبنين في ألفية الثالثة وهو السراع التقافي والسراع التاريخي ولكن صحي قد لأهل اختصاص يلا شكرا على هذا التوضيح نولي اللي جمعنا قال قلنا بدأت بالتيك توك وماذا؟ ومبعد الآن على منصة الإنستاغرام كذلك أطيني قل لي شكوين صانع محتوى تيك توك اللي ركتوفوا ورقم واحد في الجزائر أنا أنا صانع محتوى ماذا ما رحت للايفات صانع محتوى لا كان يزدودش بنات عندهم محتوى رائع من حيث الكوميديا كان دعاء كأخ وكان آمل راشا آمل راشا هدو هما ليرا محتوى تيك نسبالي في الكوميديا يزون ان نوع من المنتظر مدامش باقي حقهم ليلتزم دعاء عند أكتر من مليون متابع لكن لكن الفيديو إكس خوضينا هيو آمل يالله أعطيني رقم واحد في التيك توك في اللي لايف كريم كريم رقم واحد شوفي كريم ما هوش رقم واحد في الجزائر و ما هوحد في البلدان العربية من حيث الله آه برابر لانك بيانسور لايف ما هوش محتوى لكن في اللي لايفات الحضور سي كريم كريم ما هوش محتوى و ما هوش محتوى إنسان رائح كريم 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 يعني لك تقول كريم من هذا المنبر أنه كريم رقم واحد حتى عربيا في اللي لايف ساعة تقدر تروح للمحتوى يقدر يروح للمحتوى مليح هذا يوجهة نظر جمال نقار الآن نروحو للانستغرام شكون اللي تشوفها رقم واحد في الانستغرام في المحتوى آه بنت بنت وبعد نروح شوفي كان طفلات عجبني بزاف سينامي ضيق تروج بزاف في التقاليد الجزائرية سي يامنا آه يامنا عندها محتوى رائع مددش حقها في الانستغرام سيكون محنداش مادة كل مشاكل وليك الله أعرف وقع مين من حيث المحتوى عندها رائع واشتروج الجزائر الخارج وداخل الجزائر آه رجل يعني انستغرام انستغرام باقي هنا بوكود انستغرام عنده محتوى شباب موعد أودية بلا الفضيلي عنده محتوى شباب كذلك أرقام دونك يا يا ويونا بوكود انستغرام موعد شكو اللي تشوفها زيدة فيها في الانستغرام يعني زيد فيها نحسوا باللي تزيد فيها نحسوا باللي نحسوا باللي شكو اللي تشوفها في حياتي أبنات أريد أن أعطيك 40% زيدين فيها آه هذا يجب أن تكون محتوى شباب الزيدة وعنستغرام لأني أعتقد أن الإنسان نجح لأنه يدخل الميديا يدخل على 3 أعطينا يدخل الجز شهرات وعباد يضيعون في نهاية المطاف لأن تنمون 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 لديها وظيفة المتابعة دقيقة x مبوري والاهم جيداً نقوم باجالة وقد نحسست ويدرع إلى التفاقي بمشارع ويشراع إلى النظام ويثرت حيث أنتم الحاجة أعتقد أنهم لا يريدونو أن يحبونوا كما تفعلوا يابعت بلية السهلية من المشاركة ويستشعرونهم هل أجل جامل قلت؟ جامل قليفاك جامل قلت لون كلاش مفتعلين؟ نعم أم لا باش نطلعوا نسبة المشاهدة لأن صراحة الموقع التواصل الاجتماعي لما الناس كانت تتبع غير في أحداث غزة شفنا بعض الأمور اللي صارت في الإنستغرام يعني باش يعودوا يجيبوا الانتباه فهل الليكلاش مفتعلين ولا كين ديكلاش شوفوا دكري كان نحكو على الليكلاش أطلاق اهو ترند ونص كاعد طلقوا مع بشتكوا كينك شوحدة ما زالي شده في راجلها أنا الحمد لله لما جو غيتي طلقوا لك الليكلاش سيسيو كين مفتعلين هدو ما ليه حمس على الشهرة هناك هدو ما يوجدون من الشهرة وليه حصلون باشدعوه لكنهم سنستطعوا لنفسك شفنا بكو دو скاندال صغر في صوتي الليكلاش ماذا تقولون كما نتحدث تتعرف جمالي نحضر مع واحد انتلكتول تسمى ستنين نبير سيتار و الليبار بان ام انك كنا نحنا دخولنا في عالم الرقمنا هذا وانهوميزاTION ل وقد عملنا جدولة بكتابة وهو ليس قلق الأمر فهو لكي تتكلم بكتابة لأنها تتكلم بكتابة لتعلم الأنظم في المنطقة تستطيع التطبيق على حيث لأنها تتكلم بكتابة وهم لكي تتكلم بكتابة إذن أنك تحققينًا. فليس يمكن أن تحقق لأسفلها. كذلك. لذا فقط فلن يفتحون أيضاً. أتمنى أنني أقول أنني إذا كنت أعطينا على الأقصى ما أعطينا على الأقصى النبي. يقول أن الأقصى النبي أن يكون لأقصى النبي. إنه تقرر بزاف تتحرق بعد بزاف تبرد موت مجمد نونك سلاولي حدا وحدا سيلا مم شوز نتيري فون موقع التواصل الاجتماعي وصح شفنا لي يكتر بزاف الفيديو وفلي لايف يعني صراحة يطيحوا في بعض الأمور يقولوهم ومباد أكيد يندمو عليهم لكن يكونوا ديجا بقتا جاء عبر موقع التواصل الاجتماعي سامي قولي لي فقط الآن عندكم فيسبوك وإنستغرام وشوية تيكتوك شكون المنصة اللي فيها درهم يالله اليوم صارحونا هيا دوركا شوفي هي دوركا تيكتوك بساح صدقيني مانا ماشي مفعلاتو مقيمة بفرنسا ماشي مفعلاتو يعني هادي تباني لهم ماشي مفعلاتو داكو فيسبوك علاش لاني ما نختمش بزاف تيكتوك دخلت ليه طالبا من الزوج نتاعي قالي كيمارا كيف الفيسبوك والإنستغرام زيدي كيمارا تيكتوك يالله وغالبة تماماً بيسبوك هل يخلص مليح؟ كان يخلص مليح بكل مزاقية كان مع الأول يعني نخلصوا تخيط خيبنا يتخدم لي لي بسكوه عنده شروط قد ما تكون حاضر قد ما عندك نسبة المشاهدة قد ما يطلع لك يعطيك الكبليسيتي اللي يكونوا غاليين انت تحبط تغيب ينقص لك الإشهار ينقص لك ماشي ينقص لك الإشهار ينقص لك الإشهار كما يدير لك على ديور ليس كما يدير لك على المارك اللي متخلصش مليح فيسبوك كان واحد الوقت طب أنت تقلع حتى الكنز ملي 20 ميلورو مينمم شهريا بغيما تديها بس أحضرك لالا دوكاوات تيك توك ليس كي جمل لنيسا جمل دار واحد القريماة صح؟ دوكاواتو هدى يخلصوا مليح جمل ما شاهد البلبلة اللي ريساري يروم الحشياء جمل نقارا ومتواجد معكم سحيتياة هنا يفت زاير لا لا يخلص في الخارج لا يخلص في الخارج جمل أنا تسمى في هديريزو سوسيوك دوكا عربيون في المدينة يعني شي جديد لا غالب سعفني إخوة قاعد دينا من لقطة بيضا لا 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 ما أنا حكيت لك المقبلة قلتك أنا بير بيروكراة خوت ما ورقاوستيلو وسلم وبصم أنا بصم هكذا ايه دوكاو حبينا نقول لك جمل ما يشعف إلا عندك المعلومة شحال يدي دراهم فيسبوك مثلا ولا انستاقرام ولا قدر ولا إكس ألا لا يتجعون الجزائر ولا يتخرج من الجزائر ولا لا ما فهمت السؤال صدي المحتوى اللي ننتجو حنا كجزائريين هو مستفاد هلنا في الجزائر هل نستطيع أن نستطيع أن نستطيع دراهم اللي يربحون فيسبوك من المنتج تحتنا حنا كجزائري فيسبوك أو الإنسلاقرام أو يعني هو ربح أكثر من ربما في نصانع الوحكاو ماذا؟ أحيان المتحدة المستطيع التي تستخدم في الريزو سوش تستخدمهم لتخلص لنصانع خاصة في أوروبا أمريكا أمريكا لاتينية خاصة المشاهدات من الصورة اليوتيوب أو تيك توك أو نظر فيسبوك فجزائلا بإفريقيا لا نعتقد أن لديهم جميل في إفريقيا ، اللي نستطيعا الوحيد هل نعطي تيك توك؟ جميل نعطي تيك توك بإتوافق الآن جميل بسي. لكن من المقرب الافتيس الأخير على قائرة الإفريقيا لم يوجد mana أريد أن يقول المشاهدات لا يخص منهم لا في التيك توك ولا في الإنستغرام ماذا يتعلم أن هذه الفاتحة المشاهدة معنا؟ لا أتعلم معنا. للعكس لأن الصنيعين أتعلم معنا لن أعطي معنا بلداتك لأنهم خاصين على أغناء ذوقت خلصها بسيحة ملايين مشاهدة التي كانت في التيك توك لا لımızı أن تعلمها لا لذلك يعني أنك ملايين مشاهدة التي كانت في التيك توك عندنا نستطيع بتصدير حياة نحن المتحدث عن طريق الهدايا الذي يمدهم لك و سوف يمد لك هادية و هاك اللي يدو بزاف هدايا العباد لي دو الفارين و الزيت في وجههم هاك أحكام و أنا بقدري ما قدرتش مستحيل عبسا نقدر ندرها تحفارين و الزيت في وجهي كيف هاي فارينا هاي ما فهمت هاي يعني هما سيد جوا الذي دروهم في سيك توك تخسر طوح الدرجات حاشاك ندرجون كي هم في دشوز بار لا يعزك لا أقدرش ندرهم أنا أكفا فأنا بديت المدرسة يعني البيت الأول تاعي هو الفيسبوك للناس كامل يخافوه ولكن فرنشمن جديد كمانترين من بعد تحت الانستغرام لما اقترح لي زوجين تاعي باش نكون في التيكتوك يعني بسحك بمحتوى نظيف بلا اللي الان صدقني ما قدرت ش نخرج مع انو نعمل لي لايف في الانستغرام ونعمل لي لايف في الانستغرام اللي لايف تعقاتو اللي لايف يستفاد منهم الناس عندي شرحتو جيتو نعم يلا يعني خفت يعني ندخل في هاد الدومين باسك انتك يتفتح لايف سيخطول كما في فرنسا عندك لي فانتاوك عندك ينسي حبوك خفت نتذوق هادك يعني دراهم وذيك البنان تعد بسموه ونولي ندير ننبورتكوا وربما العكس ربما لما تمدي تشوف انو يدخلوا لك أموال ربما حتركزي على الغصفة وتمدي لفغي غسيت فا وعر تيكتوك انا نحسو صعب بزاف يلا يلا نروح مباشرة عنده ده موضوع اليوم وشنه هو؟ الموضوع اللي راهوا عندنا اليوم هو اهم انجاز في حياته كل واحد فينا عنده انجاز داره في حياته وجاز على عقبات وكان عنده هدف والحق له وشاف انو مهما كان هذا الانجاز يكون كبير ولا صغير لكن هو بالنسبة له شافوا انو انجاز كبير وحقه قبل ما نبدأو نهضره في هذا الموضوع ماذا بينا رحو نسمع وراء الشارع الجزائري في هذا الموضوع اهم انجاز في حياتي هو انني حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وردنا نمرجه فيه لتلاميذ الصوار هذو انا نقرر فيه وشهده ربي يتقبل منه تعلمت الحرفتية حرفت حلاقة علمت بها الناس ومن الحرفة هذي نعم بها الناس زوالة والمساكين ونحفل دار العجازة ومن الحرفة هذي كنت بها أسرة ورزقني ربي بالطفل والسنة ان شاء الله الباكر ربي ينجح ان شاء الله وبقتل فرد حاجة يندير عمر ان شاء الله اكبر انجاز ليدرتونا في الدنيا هذه اني واقف معميمتي انا الشيخ باب الله يرحمه خرجونها من الدار انا عايشين كراهين اني واقف معميمتي وكاريلها والحمدلله يا رب اني مستور اكبر انجاز هو اننا كولنا مجموعة اساتذة كثيرون كولناهم تكوينا واليوم رهم اساتذة واليوم رهم مفتشين واليوم رهم مديرين ونحن نتخل بذلك اكبر انجاز بالنسبة لي حاليا اللي نشوفوه هو دخول علم جامعة والعلم والثقافة والانشطة الثقافية والعلمية هذا المجال الوحيد اللي نقع فيها راحتي اكبر انجاز رتفيحياتي ان الولد رضي الله رحمه الله ما تراضي عليها وهذا الشي قال لي نواصله بالفضل الله والبركة تأه وتسريح تأه قيت هالي في والدي وتزوج وعندي وليدة وتكون متروحي والحمدلله وخدمته وخدمته باللي كتباه ربي باللي كاين طعناه ونضناه وهذه هي الدنيا هو سؤالي بان سهل لكن لما نعود نشوفوا السؤال هو صعب في آن واحد اكبر انجاز عملناه في حياتنا اكيد انا من بين يعني كانوا فيه بزاف ناس اللي شافوا انه الانجازات والله هو اعدم انجاز ان شاء الله كامل ربي قدرنا انه نخطرها على شلا لكن واحد قال لك انا مسؤول على امي وهذاك سيد اللي هو من بلدة يرى حتى الخنشلة باش ما عندو احتوى حتى فلا فامي معي الشيخ ما واحد اهم حاجه أنه قال لك الوالدين وعيدوا وفاف وهم معردين اي ان شاء الله وربي لحقنا لهذا الإنجاز والله انا ما ده بيه سقصي كل واحد فيكم وما هو الإنجاز دياله جامال وما هو أكبر إنجاز درتو في حياتك نزال وتقصي الاسم هل تفكر فيك؟ اعتقد انه يتعلق بالعقل السليم احسنت أحسنتي أحسنتي هل يحبني لأحسنتي نعم أحسنتي كل شيء يحبني هل تفكرني؟ أحسنتي ما أفكره وانه يفكرني وانه يفكرني وانه يفكرني أحسنتي سنجل أكيد أبقي كون كنا قرأت باتو نقدر فيديوها التقافية عن طريق فيديوها التقافية بعض أسئلة تحفل بكالوريا بدأوا يبعتوا لي أخو بالفيديو تابعك جاوبنا على السؤال تعالباك كما لك السؤال تعالبريك سيطو سنفر غير مجرد كوالدجان يزون عرفة أبخون أباك أنا واحد ما قولت عجبني بزعف يقول لك الإنسان يضيع قعد صحته باش يجيب دراهم ومباداك يضيع قعد راهم باش يرجع صحته يعيش كأنه عمرو ما حيموت لأخير يموت كأنه عمرو ما عاش إذن كان الجديد أتولي جان أجريان يعيشوا هاداك للممانت لا تنجس نالفوتور ولا البراسيب يعيش اللحظة عيش لبريزان وبين سور تكل على الاربية وربية فتاة نحو عند سامية والله جوابي يقدر يفهم بالخطأ لكن نقوله لأن نظل نقولها للزوج انتاعي إنجازي 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 ما شاء الله لحد الآن إنجازي لحد الآن بس كي حياتي مزالها نشط ياربية كما قلت إن شاء الله ونشوف حاجة أحد أخرى ابني يونس مليكن صغيرة ونحلم بالأخ ما عنديش خوي احنا ونكت فيه ونكت فيه ومن نخبيوش العائلة الجزائرية بدك مشهي كامل ميت 90% منيحوسوا على الطفل وانا كنت البكرة انتع الدار جداتي فرحت بيا والحمد لله مكي كانت مما تعودتو ولدوتو ولدوتو جداتي كانت عندها يمتلك ديسبسيون الله يرحمه يمسع لها فشتنا كامل دارتنا كامل وش نحبه بسح كان ديما تسنادك طفل نشفى المرة الأخرى اللي ماما ولدت فيها كانت طفلة كانت قاعدة فسحين وتعيت لي انا جيت من بره نلعب سامية مرواحي يا بنتجري وش نوجد دقوت لها قاتلي والله الله يرحمه يمسع لها مرواحي نسلم على راسك بس كنا عزيزة بسيف على الفتة نسلم على راسك مرحي مرحي وشتنا رجحتها فيها مرحي أماك شابت الطفلة نحن نبكي مع جدا نحن نبكي ونجد حالة حتى نشفى مع متجرة مرايا بالبالي قاتلي ذكا يما ما عندي ما عندي مرحي لا يديرها فينا حلقاتي بس حندي ما تكملش علينا كان عندي دائم من ذاك الحرق انت أخويا ما عندي ومبعد كيكتب ربي وجه توف ربي رجوع الله يرحمه يمسع له وانا كي تزوجته كنت من ناس اللي نحب زعم البكر نتاعي ماشي جهل لا بس حكنت نحب البكر نتاعي كون طفل كتب لي ربي طفلة مدولة وزدت طفلة وزدت طفلة وفراحت بيهم بثلاثة وراجلي يعني سعيد بيهم كامل ومعندوش كامل هذك النقص ومعندوش كامل ذك العقدة يعني الرابع طفل نهار جاي يونس يعني كان خطر على حياتي كان ممنوع لي نزيد ممنوع ممنوع من عن بتا نزيد وكتبوا ربي وما كنت على بالي وش عندي فكر شي وحمد الله يعني ديما نقول لرجلي إنجازي يونس هو إنجاز حياتي ملحكي الناس اللي يتكلموا جميل جدا شكرا المحروصة سلطانية مدونا يلا باختصار تنروح الموضوع القصابة أكبر إنجاز في حياة الإنسان هو ليجب إضافة كبيرة للمجتمع والبلد والوطن والبشرية والإنسانية متى ما جاءوا بهم كل أنبياء عليهم الصلاة والسلام برسالة السلام والإسلام هذا هو أكبر إنجاز هو السلام في العالم أنا مازال لا أقوم بالإنجاز يلا… المحروصة دون إطالة اداحك الجمال يلا محروصة اليوم الوطني القصابة سلطاني الوقت ثانية ثانية لأني فرحان بيت في هذا لا أفضل مم ساميع فرحان بيها محروصة لماذا يجب الوطني للقصابة اليوم الوطني القصبة هو تعرفي بلي هذه القصبة اللي هي موروط تقافي المادي وغير المادي اللي تربطنا بالتراث وبالتاريخ اللي تم إدراجها في ملف تحت عرق 565 بتصنيفها كمعلم تراثي عالمي من طرف الونسكو يعني في 1998 من بين 7 و 14 ديسمبر بمدينة سانتافي بمسامة حاليا بالمكسيك الجديدة لنوفو ميكسيك هذه المدينة العتيقة التي هذه السنة تقارب إلى 11 قرن لتم تأسيسها في القرن العشر يعني 950 ميلادي من طرف أمير إفريقيا بولوغين ابن زيري ابن مناد نحن نحتفل كل سنة في 23 فيفراير من كل سنة باليوم الوطني القصبة بموروطها التقافي بزخرها التقافي بتاريخها بعاداتها بتقاليدها موضوع كبير وشاسع كبير إن شاء الله فقط على بل بلي قضية القصبة كان ترميم مراه الملف في الولاية وإن شاء الله نشوف القصبة لكن كان مشكلة ترحيل مع السكانات فإن شاء الله نشوف القصبة دايما عالية ونقية وسياح فيها بزاف وأكيد مليحة للجزائر على كل حال روح القصبة موجودة هرا هي ويعني قايمة بهذا الخير نقول لك في وسط الجزائر وردامر شوقا يا مزينة بلاد بلاد سيدي عبد الرحمن مفراغك هراه وعقله ديما حيران يا الجزائر يا الجزائر يا أميرة البلدان يلا شكرا وصلنا لنهاية البرنامج نمد لكم كلمة أخيرة جمال نقاش عرفتنا اليوم بحضوك بساعة تكملي بشوية شوية سكتشاكة تعضل وش نعود أن تفكروا الجلالي يلا نجيب لك القطو لا لا آآ بزاف حيرا بزع هذا تعليم لا لا العمل يفت مرة جيني نجيبه الفضيلة هاد المرات قبل يلا جمال كلمة الناس اللي يحبوك ويتبعوك بان جدي مرسي جالعيباد اللي تبعوني اللي عيباد كي مو فى كنفوانس فى الغيزو جعله ميساج پوزيتف دي ميليه اللي حقوني يوميا دنك ربي جازيكم مشا الله اجدي او سي مرسي للي پارن تاوعي اللي أولياء تاوعي اللي وقفوا على تربيتنا اللي كدالك نوزن ستنو في جعله لفروجة في جعله عسايدرناهم وأي بنادم أي جان يحبي دل حاجة ما يخافش انو الخوف هو اكبر عائق نقدر نعيش دنك سي با مال دو غيفي معلش احلم صح ايسا دير حاول طفل صغير كي يمشي طح فاللد يعود يوقف يعود يمشي عود يطح حتى نهار يجري دنك حاول 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 تشير يسويغ ان شاء الله اللي بارن ستنو فو زنفون علموهم وقفوا معهم وبيو فقجان يعطيك صحة وما درنا الفيديو تعل المحتوى الجميل والثقافية يلا ساميا شرفتنا بحضورك يعطيك صحة كلمة الأخيرة تحية كبيرة لولدية العزاز والزوج والأبنائي للمتابعين الكرام نتوعين نحبهم نعزهم كامل تشرفت حضوري معكم حبيت نقول لكم بارك الله يرضى عليكم كيت رحوا تعملوا ورشات البازيو على التقديدي كيت تعلموا التقليدي كيت تعرفي ديري وتعرفي ديري لأقلابة وتعرفي تطلعي القنيد لا تعلمتي كل شي يلا ساميا المطلوع أسجوس كيش مكين مطلوع الرمضان أعطينا هكذا لازم له سميد المتوسط صدقوني أختيكم الفارين أو هاتسوالح سميد المتوسط عجنو مليح وخلوه يخمر مليح وخليوه جال يلا شكرا هودا باختيصار أنيسا يعطيك صحة سهلة اليوم جمال مفرحة من شاء الله يكون تانيت أنت أعجبك الحال ساميا يعطيك صحة ونحتاج إحنا الورشت بس كمدابين نزيدون نتعلم إحنا نتعلم الحالوية التقليدية شكل محروسة كي العادة يعطيك الصحة سلطاني وأنا برك نقول حاجة في الموضوع لأنه لما الإنسان يكون عنده إنجاز كامل عندنا إنجاز لكن واحد يأمن بروحه يدير تيقى في نفسه يسطر أهداف التمال يراه ورايح الحق الإنجاز وإن شاء الله كامل نلحق الإنجازاتنا مما نمزل ما نلحقش الإنجاز يلا إن شاء الله نعصر الإنجازاتنا يلا المحروف المجدو الخلو شهدئين الأبرار تحية الجزائر ثم تحية الجزائر ثم تحية الجزائر وتحية فلسطين يأطيك صحة شكرا سلطاني يخص فيها بن شابير محمد تحياتي أخونا محمد و على ذكر سامية يكون حاضر في الانيوماسيون ولي قولنا اسكت عف طيب ولا ما تعف شطيب تحياتي سيموحمد نعم الله يبارك يأتيكم صحة كما يقولوا يامحلا لو كان يطولوا يامحلا قادسة الحباب لو كان يطولوا لا غالب لكل بداية نهاية لكل بداية نهاية السلام عليكم إذن المشاهدين نتلقى بكم الأسبوع المقبل استوقيت نفس القناة قناة واحدة قناة البلاتف في أمن سلام عليكم سلام عليكم